ترجمة سريعة لقرارات القمة الغير عادية لمؤتمر رؤساء دول إفريقيا المركزية التي انعقدت بالعاصمة أنجمنة والتي قضي فيها بتحديد تاريخ الثاني من نوفمبر الذي هو اليوم لأداء القسم للأعضاء الجدد لمفوضية المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية جاءت المناسبة لتجعل المقضي حتما بحضور ورعاية رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السماك إدرس ديبي إتنو إلى حضرة قضاة محكمة عدل السماك الذي يترأسهم رئيس المحكمة جان مونغو أنتوين المحام العام رمضان موسى استهل المناسبة بمداخلته التي تقدم فيها بجزيل الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية الرئيس الدوري لمجموعة السماك وكل أعضائها متطرقا بعدها إلى السير الزاتية لأعضاء المفوضية الجدد وقرارات تعيينهم بدءا بالقابوني البروفيسور دانيال أوندو الذي سيشغل منصب رئاسة مفوضية لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مفوضية السماك الذي ستشغله ممثلة البلد فاطمة حرام أصل إلى جانب أربعة مفوض التوجه إلى منصة القسم ورفع اليمين لتأدية القسم للدخول رسميا من الباب الكبير إلى أحضان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية وما قام به المعنيون الستة الذين تعهدوا بالعمل وأداء المهام المقلة إليهم وبهذا فقد تم رسميا تسلم أعضاء مفوضية المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أعضاء إفريقيا المركزية السماك مهام العمل لمدة خمس سنوات غير متجددة ومن الذين تم تعينهم خلال اختتام فعاليات هذه القمة دانييل أونو أندو الذي حاذى برئاسة اللجنة الاقتصادية نتابع السيرة الزاتية لرئيس اللجنة مع الزميل آدم أبو بكر إدريس شهدت العاصمة أنجمين القمة غير العادية للرؤساء وحكومات الدول العضاف المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية والتي اختتمت فعالياتها في الحادي والثلاثين من أكتوبر وخلصت القمة بإصدار قرارات كتنقل الحور للأشخاص والممتلكات في الدول العضاف المجموعة الاقتصادية وطمتعين السيد دانيال أونو أندو على رأس اللجنة الاقتصادية لإفريقيا المركزية الرجل الذي كان أستاذا جامعيا صار رئيسا للوزراء لرئيس ألي بونغو أندنباه قرابة الآمين ومذ سبتمبر لعام 2016 تقلد هقائب وزارية عدة في أهد أمر بونغو الراهل وأصبه في الحادي والثلاثين من أكتوبر رئيسا تنفيذيا للمجموعة الاقتصادية والنغضية لدول إفريقيا المركزية دانيل أونى أندوه قابوني الأصل البالغ من الأمر 71 عاما ولد بمسقة رأسه أويم وهي منطقة تابعة لمحافظة ولوه تقطنها قرابة 60 ألف نسمة دانيل أونى تهمل إبعى مسؤولية رئاسة البئس الاقتصادية لإفريقيا المركزية وبعيد تنصيبه لهذا الجهاز سيواجه تهديات جسام كالأمنية والإدارة الرشيدة الديمقراطية هرية التنقل التكامل الإقليمي التمويل والدعم المالي للمؤسسة إلى آخر دانيل أونى أندوه مكلف بتسريع الخطى نهو التطبيق قرارات التنقل الحر للأشخاص والبضائي الذي نتج عن القمة غير العادية بأنجمينا ورصد له الرؤساء وحكومات الدول العضاء ميزانية ما يقرب عن 1.7 مليار من الفرنكات الأفريقية لتسخيرها في الجوانب التشاورية والفنية وإنما هو الشيء الحقيقي فإن المؤسسة تحتاج إلى دعم الاشتراكات والميزانية التسيرية كي تمضي قدما نهو تحقيق البرامج والمشاريع المقررة في دول الإقليم وأنه مما لا شك فيه فقد أثر ثربا الإنقفاض المفاجي لأسار النفط مما نتج عنه أدم الأمن وتأخير المشاريع النهضوية وتهريب البضائي والمحزورات وأزمات أخرى مماثلة تقيق عملية النهضة في محيط المجموعة وأن على دانيل أونى العمل على تحقيق التفرى الاقتصادية لتعمل بالندية مع العملة الموحدة للاتهد الأوروبي ومجموعة الدول السائدة كالبرازيل والحند ودولة جنوب أفريقيا إضافة إلى الصين والروسيا هذه الخطوة ليست بالحيينة وفي وقت قريب بعد بلادنا شاد وأفريقيا الوسطى والغابون وغينيا الاستوائية يقومون بالعمل معا بعفاء التأشيرات للمتنقلين في المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية التنقل الهر للأشخاص والبضائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة